أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة ستر وعفية 19 بقرية النوورة بمركز البداري بمحافظة السيوت وشارك في القافلة 14 كيانا من كيانات التحالف لتقديم خدماتهم لأكثر من 25 ألف مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية حيث اضمت القافلة الخدمات الطبية بجميع التخصصات بالإضافة لتركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم ترجمة نانسي قنقر